موسيقى موسيقى أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان بحييكوا تحية النعمة والمحبة والسلام في شخص ربنا يسوع المسيح اليوم حلقتنا كتير كتير مهم وهذه الحلقة بصراحة هي نتيجة تساؤلات كثيرة من الناس عاوزين استوضحات عن كلمات نستعملها خلال البرامج المتعددة ووحدة من الكلمات المستعملة أو واحدة من أكثر الكلمات المستعملة هي كلمة الكرازي فاليوم رح يكون حديثنا عن أهمية الكرازي وكيف نفهم موضوع الكرازي وطبعا رح نتكلم عن الفرق بين الحوار أو الكرازي الدفاعيات أو الهداية هذه المصطلحات وأفكار أخرى رح نتكلم عنها في هذه الحلقة أنا أدعوك أنك تشاهد هذه الحلقة رح تكون استفادة روحية وبركة روحية لحياتك ولسيما ضيفنا هو الشخص المناسب اللي ممكن يشاركنا في هذا الموضوع ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير اشتركوا في القناة أهلا أحبائنا مشاهدينا حلقتنا اليوم عن أهمية الكرازي وضيف الحلقة هو أخ عزيز جدا على قلبي وصديق قديم وهو يعني هذا التخصص تبعه وهو يمكن مش غريب على وجوه الكثير من الناس بتشوفوه على القنوات الفضائية بشكل مستمر في نوعيات برامج اللي هي أكتر دفاعية وتدريب ودراسة حتى تفهم الأساسيات الإيمانية أو العقائد الرسمية في المسيحية بحب أقدم دكتور أمال جندي أهلا وسهلا أخوي أمال برحب فيك أهلا بك يا خنزار وأنا أحس بنفسي سعيد أن الرب أجلسني مع أشرف شعبه حبيبي خصوصا أنت يا خنزار اسمح لي أقول أن الرب استخدمك لتكون رائد الميديا المسيحية العربية المرئية يعني الميديا المرئية ربنا أقامك يا خنزار علشان تكون هذا الرائد وتبعك كثيرون وتعلموا منك كثيرين فأنا أشكر رب لأنه بشرفنا بشرفنا أن أكون معاك وبصلي أن الرب يساعدنا النهاردة أننا نظهر الحق الكتابي لإخوتنا في كل مكان سواء رعاة كنايس أو مسيحيين مؤمنين أو باحثين أو عابرين ونتكلم بكل أريحية بكل أمانة بكل شفافية وبكل حب شكراً كتير أخ أمال هذا شرف وامتياز كبير نشكر الرب من أجلك وانت بركة للعديد العديد العديد من الناس الجدير بالذكر كمان الأخ أمال هو بدرس في جامعة تنديل في تورونتو كندا وأيضاً في جامعة جيت اللاهوت في الأردن وطبعاً كليات وجامعات كثيرة هذا شرف لألنا خليني أسألك السؤال البسيط جداً وانت جالس لما بسمع عم بقول أهمية الكرازة أو استخدمت تعبير الكرازة شو اللي بدور في ذهنك؟ أول شيء يدور في ذهني يا خنزار التباس عن هذا التعبير يعني الكرازة والكارز والكاروز وكل هذه المصطلحات للأسف محتاجة لتدقيق أكتر علشان الناس تعرف من مقصود بالكرازة قبل أن أتكلم على هذه المصطلحات أنا حابب أتكلم على أن الكرازة حسب كلمة الله ليست موهبة ده علشان نبدأ كلامنا نحط أساسات صحيحة في هذا الحديث الكرازة ليست موهبة لكنها مسؤولية كل مؤمن أنا أتكلم على الكرازة المسيحية طب هل فيه كرازة تانية غير كرازة مسيحية؟ نعم فيه كرازات تانية بس أنا علشان دعوتنا ورسالة كلمة الله في حياتنا نحن نركز على الكرازة المسيحية فأولا وأخيرا هي عمل الرب وبيستخدم كل مؤمن ومؤمنة فيه كأدات لتوصيل هذا العمل طيب طب إيه هي المصطلحات بتاعت الكرازة؟ يعني عندنا في حاجة اسمها حوار الحوار عبارة عن ما بين اتنين أو ما بين أكتر من واحد ويتم التحاور والمناقشة على فكرة الحوارات دي قد تكون هادئة وقد تكون ساخنة قد تكون مرات متشددة ومرات متفاودة يعني بتتخطى الخطوط الحمراء بس الصفة العامة للحوار هو أننا بنحاول في الحوار أننا نتبادل المعلومات الخافية عن الآخر عن طريق الأسئلة والإجابة طبعا يعني الدافع لازم يكون محبة وتفاهم وكمان توضيح الفكرة لأنه مرات كتير بيكون في يعني ميسكنسيبشنز يعني بيكون في يعني عدم الفهم يعني مثلا بنستخدم إصطلاح فبعبر عنه بفهم تاني بالزبط فالحوار هو بيشرح بفهم ليه إحنا بنتكلم في هذا الموضوع وعشان كده أي حوار ناجح يا خنزار لابد أن يبدأ بتفصيل المصطلحات علشان حضرتها تكون فاهم أنا لما أستخدم هذا مصطلح أقصد إيه وأنا أبقى فاهم لما حضرتك تستخدم المصطلح الآخر تبقى أنت تقصد إيه بالزبط طيب فتحت الحوار في مدرستين على فكرة في أول مدرسة بتكلم هنا الوقت على الحوار مثلا المسيحي المدرسة الأولى بتستخدم كلمة الله وبتستخدم تشبيهات للتفسير كلمة الله أو لتصحيح المصطلحات مثلا في بعض المدرسة تستخدم مثلا الشمس كنوع من الكناية أو الدلالة على السلوس يعني الشمس والقرس والحرارة والضوء أنا ضد على فكرها هذه التمسيح بس أنا بتكلم أن الوقت بشرح المصطلح ولكن في مدرسة تانية المدرسة التانية بتاخد المبادرة في أني أخذ من مفهومك وأبني عليه مرات أنا باستخدم هذا التعبير يا خنزار الحوار عبارة عن رسالة ولغة فأنا عندي رسالة عاوز أوضحها في هذا الحوار طب أستخدم أي لغة يعني أنا عشت في إيطاليا كم سنة بس لو أنا في إيطاليا لم أتكلم العربية لكن استخدمت اللغة الإيطالية علشان الناس تفهم أنا عايزة يقوله أوه بارل إيطاليانو سي أوه بارل إيطاليانو سي نانشي بارل إيطاليانو نومي بياشو بارل إيطاليانو سي سي فبناء على كده الحوار أستخدم اللغة عشكدا مدرسة تانية إلا أنا بشجعها أنا بستخدم خصوصا لما أستخدم أتحاور مع واحد ملحد لابد أن أستخدم معلوماته عن الإلحاد علشان أوصل له الفكرة عن النوم يوجد إله لما أتكلم مع واحد من خلفية مثلا من شهود يهوى لازم أعرف هو بيتكلم إزاي ومن هذا المنطلق أبتدأ أكلمه يعني أنت بتتكلم عن فن التواصل فن التواصل عن طريق الحوار عن طريق الحوار لأن تعرف اللي بيدرس لهوت في مدارس اللي هي في ديمونستريشن في ناس بقول لك يعني الإنجيل والمعجزات والآيات في ناس اللي الخلفيات اللي إحنا أجينا منها لا الكلمة ركز على الكلمة وكذا وأنا دائما بقول أسهل طريقة استخدم أسلوب يسوع كيف يسوع كان يتحاور صح يعني هاي أسهل طريقة حضرت ذكرت كونتكشوليزيشن أنا عندي كونسيرن كبير على ليه لأنه أنا أتكلم عن المدارس أخذ أخذ انحراف اللي أنا أقصده هو المسهل اللي سبهولنا الرب يسوع لما بيتكلم عن مثلا العظة على الجبل قيل لكم أما أنا فأقول لكم يعني قيل لكم لا تزني أما أنا فأقول لكم كل من نظر إلى المرأة لا يشايف فهو ده أو مثلا أعمال 17 بولوس الرسول لما رحل أريس باغوس في آثينا تفقد فيه أصنام كثيرة وواحد من الأصنام مكتوب عليه لإله مجهول فهو استخدم دهو زي كوبري أو كابريج الحقيقة المدرسة دي يعني أنا بفضلها يعني رب أكرمني مع شوية إخوة نعمل شوية حوارات يعني مثلا وتسجيلات هنا بتكلم عن مثلا حقائق تخص حياتك الروحية ده نوع من التسجيل لكن في الحوار اللي هو مثلا زي حوار مع صديقي المسلم يعني أنا في هذا في أربع استوانات داخلية بتتكلم عن أن الكتاب المقدس غير محرف استخدمت آيات قرآنية علشان تبني هذا الكبرئ أو هذا الرابط عند عملت حوار مع صديقي الملحد في حوار حول تعليم الشهود يهوى في حوار مع صديق اليهودي اليهود؟ آه طبعا في حوار حول تعليم المورمونس كل هذه الحوارات عبارة عن تفصيل أو تبسيط الإيمان المسيح والرد على الأمور المتشابهة أو المختلط في أزهانهم اللي فاهمينها غلط على الإيمان المسيحي ده أول تعارف حاليا في الشرق الأوسط يعني مش سري أن المشاهدين بتوعنا الأغلبية الصاحقة مسلمين لكن برضو في منهم الملحدين ونفس الشي في مسيحيين مسيحيين أقلية في الشرق الأوسط لكن برضو في عابرين في ملايين من العابرين في الشرق الأوسط فإحنا منحاول نوصل هذا التعليم الكونتكست اللي هو المضمون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعني هذا الإطار تبعنا ده صحيح علشان كده حوار مع صديق المسلم يا أخ نزار ماسك شبهة شبهة إخواتي المسلمين فاهمينها غلط وبنرد عليها بس برد عليها من كلمة الله أيوة بس لو أنا ردت عليها بسرعة من كلمة الله هم بيرفضوها لأنهم أساسا يؤمنوا أن كتابنا محرف أو قد نسخ بالقرآن لا فأنا أنا برد على هذه الأول من القرآن ومن تعليم الإسلام من شيخهم ومن السكولرز بتوحهم علماء المسلمين علشان أبني أنه أقول أن الكتاب المقدس غير محرف وبناء العليا أخذ منه هم طبعا يقول الكتاب المقدس محرف لكن فكرة النسخ النسخ والمنسوخ هذا لا يتعلق بالكتاب يتعلق بالقرآن هذا صحيح وفي آية ونسختها آية تانية هذا صحيح مش إلنا يعني دائلهم عشان كده ده بيفرش الطريق بيفرش على أساس أنك تدخل بالتعليم ده أول حاجة هي الحوار نيجي لمفهوم المعنى التاني هو كلمة كرازة في الكرازة بصفة عامة الكرازة عبارة عن توصيل معتقداتك للطرف الآخر ومش محاولة إقناع لأنه أرجع وقول أنه عبارة عن تبشير يعني عبارة كلمة تبشير أو كرازة نفس المعنى على فكرة فكرازة أو تبشير هو إصال مجموعة معلومات عن إمانة للطرف الآخر يعني مثلا نحن نقول فلان كارز المعروف أنه نزار شاهين كارز أيوة بالإسلام عندهم داعية يعني هاي الكلمة المقابلة اللي نستخدمها عشان كده يا خنزار الكرازة تتم على مستويين برضو تتم في داخل الدين الواحد يعني مثلا هناك كرازة من الإنجليين للأقباط الأرذوكس ومن الأقباط الأرذوكس للكاثوليك ومن الكاثوليك للأقباط والإنجليين كلهم يحاول أنه يجتزب الآخر إلى عقيدته هناك كرازة شيعية للسنية أو سنة للشيعة أو دعوة فإذا كرازة يتتم في داخل إطار الدين الواحد أو ما بين الأديان طيب الكرازة دي ما بتستخدمش أو التبشير ما بيستخدمش كتاب مقدس لأنه ده غير قاصر على الكرازة المسيحية أو الكرازة بالإنجلي ده بصفة عامة التعريف الثالث هو الدفاعيات الدفاعيات هي عبارة عن إثبات بالبراهين والأدلة صحة ما ورد في أنا بتكلم هنا عن دفاعيات المسيحية مثلاً صحة ما ورد في كلمة الله لتعضد إيمان وعقيدة راسخة مفهوم خطأ من الآخرين هو ده الدفاعيات في الآخر يا خنزار عمل الكرازة المسيحية أو الكرازة بالإنجيل هين بسميها هذه الهداية أو التحول أو الترك والالتصاق يعني الترك من إيمان وعقيدة إلى إيمان آخر وعقيدة أخرى في المسيحية هذه العملية لا دخل لنا بها على الإطلاق يعني الكلام ده يعني ليس لنا فيها أي نصيب لكي نهدي لكن الله يهدي من يشاء لأنه دعم للروح القدس أنا ما إلا أدات لتوصيل هذه المعلومات وهذا الإيمان عقلياً لكن الله هو الذي ينخس ويبكت القلب بالضبط كذا عشان كذا عمل الروح القدس موجود في هذه العملية أحنا كبشر ليس لنا دخل فيه وده يمكن يدخلنا على أننا نكرز بالإنجيل طيب إحنا يعني رح نكمل حديثنا أخ أمال نفوت أكتر يعني في العمق لكن بحب أعطي فرصة للمشاهدين إذا عندك اقتراح أو عندك استفسار أو إذا عندك سؤال الأرقام موجودة أمامك أو فيك تتواصل معنا عن طريق الفيسبوك منحب نسمع منك إذا محتاج توضيحه على فكرة دول سيديهات بس مشكوراً الأخ أمال دكتور أمال أعطاناً الصلاحية أن نحطهم على على الأونلاين على الإنترنت وعلى الفيسبوك فيه كمان يعني تتابع هذه المعلومات من خلال موقع نور لجميع الأمم وإذا بتحب تتواصل طبعاً معاه كمان نحن بنعمل بنحطكم في تواصل مباشرة مع الأخ أمال جندي أعود بعد هذا الفاصل موسيقى 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 ترجمة نانسي قنقر أهلاً أحباءنا مشاهدينا حديثنا في هذه الحلقة مع الدكتور أمال جندي ابتدينا بالحديث عن أهمية الكرازي ووضح لنا بعض التعبيرات منها كلمة يعني الكرازي الفرق يعني كلمة الحوار والكرازي الدفاعيات والهداية لكن نعاوز أخ أمال نفوت في لب في صميم الموضوع نحن نكرز بالإنجيل ما هي الكرازة بالإنجيل الكرازة بالإنجيل يا أخي نزار نلاقيها في كورونسوس الأولى أصحح 15 واسمح لي أقرى من عدد 3 فلط فإني سلمت إليكم في الأول ما قبلته أنا أيضا أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب وأنه دفن وأنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب وأنه ظهر وبعدين بيكمل الظهرات بتاعة رب يسوه هذا هو جوهر الكرازة المسيحية الكرازة المسيحية هو أن نكرز بالمسيح مصلوبا لليهود عثرة ولليونانيين جهالة يعني إيه لليهود عثرة ولليونانيين جهالة اليهود كانوا بينتظروا أن المسيح يملك عليهم إزاي يكون هو الملك ولا هو المسيح ويصلب وإزاي يعامل بهذه العمل أو اليونانيين يقولك لا دول بتعوت الفكر والتفكير العقلي إزاي يحصل كذا لكن الكرازة المسيحية حسب ما أعلن في خطة الله للخلاص من التكوين للرؤية في كلمة الله أن المسيح جاء ليفدي البشرية والبشرية هنا غير مخصصة للمسيحيين بالإسم لكن لكل العالم فالمسيح أول حاج إذن فيها خمس محتويات لهذه الكرازة المسيحية من خلال ما قرأته من خلال هذه الأية أول عنصر أساسي هو شخص ربي يسوع ونلاحظ كلمة حسب الكتب حسب الكتب فالمسيح حسب الكتب موتوا حسب الكتب دفنوا حسب الكتب قيمته حسب الكتب عشان كده في له هذا المسيح الذي نكرز به حيا مقاما من الأموات المخل الطريق الوحيد هذا المسيح له مواصفات ومؤهلات كتبت عنه في العهد القديم وتمت هذه النبوات في عهد جديد وبرضو كده زي بيقول على الهامش كلمة الله الكتاب المقدس الستة وستين سفر كتبوا كتبهم وناس الله موسوقين بالروح القدس أربعين كاتب يا أخ نزار الرب استخدمهم على مدى ألف وستمائة سنة ومع هذا لا يوجد تناقض ولا عندنا ما يسمى بالناسخ والمنسوخ لأن الكل متكامل عشان كده وبفترات زمنية يعني من آلاف السنين من أماكن مختلفة قرات مختلفة ما حد بيعرف عن التاني بالزبط خلفيات كمان فيهم المتعلم جدا وفيهم الراعي وفيهم الملك وفيهم الطبيب وهكذا فعندنا تحت مواصفات ومؤهلات الرب يسوع كام موجود عندنا نبوات عهد قديم وتحقيقها في عهد جديد أنا مش عاوز أخذ وقت البرنامج في سردها لأنه أكيد حضرتك غطيت هذا ووفيت بس حلو نذكرهم حتى لو ذكر يعني طيب ممكن أجرهم لك بسرعة يعني مثلا مواصفات الرب يسوع كمخلص هو وحده نسل المرأة المذكور عنه في تكوين 3-15 اتحققت في روميا 16 عدد 20 ويوحان الأولى 3-8 أنا هتكلم على الموضوعات مش هذكر الوقت الشواهد وممكن حضرتك لو عاوز تحط الشواهد بعد كده على الويبسايت نسل الموعد فيه نبوعا ولدته في بيت لحم ولدته من عذراء المجيء عند ملء الزمان يدعى بالمسيح الرئيس هو من نسل يعقوب من صبت يهوزة ابن داود ابن الله ابن الإنسان يلقب بعم نوئيل زي أشعية 7-14 ومتة 1-22-23 أشعية في العهد القديم نبوات متة في العهد الجديد يلقب برأس الزاوية بالعبد والخادم بيهرب إلى مصر هوشع نبوات هوشع أصحح 1-11 بيتكلم عن الهروب إلى مصر وتم في متة 2 هناك من يهيئ الطريق أمام ويتكلم عن يحنى المعمدان لديه غيرة غيرت بيتك أكلتني لما طرد باعة الحمام والصيار كان له مهمة هذه المهمة أيضا حسب الكتب حسب الكتب يعني في العهد القديم وتممت في العهد الجديد فدشا هو الذي دشا العهد الجديد كرز بالإنجيل هو الذي كرز بالإنجيل أشعية 61-31 بتكلم عن رب يسوح هو الذي يكرز بالإنجيل وهنا تم في لقى 4-17-19 يأتي بالسلام هو رئيس السلام نعم سلاما أترك لكم سلام أعطيكم ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا هو رئيس السلام هو بيوحد شعب الرب هو بيدعو الأمم كلها للخلاص هو الوحيد الذي يسحق الشيطان هو الذي أتى بالبر الأبدي ده بالنسبة لي امتيازاته هو عمل معجزات قبل أن يسجد له نعم ودي مهمة جدا نعم ما فيش نبي ما فيش نبي قبل السجود الرب يسوع وحده هو هو ابن الله هو الله الظاهر في الجسد قبل السجود دخوله انتصاري كان في زكريا نبوات زكريا بتتكلم عنه ثم مت في الأنجيل الظهور في الهيكل الثاني بعد إعادة بناءه حاجات أخرى كثيرة يا خنزة يعني ملك من الناس نبوات نبوات كثيرة جدا طيب ده بالنسبة عن شخصه الآية بتقول إيه أنه أيضا مات حسب الكتب نعم يعني المسيح مات يعني إذن كيف مات على فكرة في أكتر من تلاتة وتلاتين نبوة حققت فقط يوم الجمعة الكبيرة يعني يوم الصلب يوم الصلب يتم خيانته يباع مقابل من مال يصمت أثناء محاكمته يبسق عليه الموت مع الأثمة تثقى بيديها ورجليه يعني مزمور 22-16 بيقول ثقبوا يديها ولا الاستهزاء به يسقى خلا عند الموت يطعن في جنبه يصلي لأجل أعداءه تلقى القرعة على ملابسه يموت بدون كسر عظامه لما ندرس الأمور دي بتماع وبعمق يا أخ نظار كل مصلوب يصلب لابد أن تكسر رجليها علشان لكن لما جم للرب يسوع نقر الكلام ده في يحنى 19-33 لما جم يكسروا عظمه لقوا خلاص قد أسلم الروح فلم النبوة في مزمور 22 مزمور 34 عدد 20 فتخيل النبوات حسب الكتب هذا هو المسيح الذي نكرز به وهي النبوة ألف سنة قبل الحدث وبعدين بوضح أنه لم يكسروا الرجليه طعن بالحربة بالضبط هاي دي فهنا اتكلم برضو الطعن في الحربة زكريا 12 وينظرون إلى اللي الذي طعنوه نبوات زكريا وهنا تحققت الموت النيابي الترك من الله هنا الحتة دي قد تثير بعض الالتباس أن من مات على الصليب هو الرب يسوع ابن الإنسان الذي يمثلني ويمثلك ويمثل البشرية كلها لأنه دائما بيستخدم الآية إلهي إلهي لماذا دركتني بالضبط كده عشان كده دي مردود عليها في الحوارات دي وبعدين دفن يدفن في قبر غني برضو يسوع تنبعاً موت ودفن انقض هذا الهيكل وبعد قيمته بعد فساد جسده قبل فساد جسده لم يرى جسده فساداً قيمته بعد الفداء كل هذه نبوات عن أنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب ظهر النبوة عن صعوده ونبوة عن تمجيده فكل هذه يا أخي نزار عبارة عن الخمس نقاط الأساسية التي نكرز بها بالإنجيل ليس بأحد غير المسيح الخلاص يعني كلها نبوات سواء موته سواء دفنه قيامته ظهوره هذا هو الإنجيل والإنجيل هو الأخبار الصارة بالضبط يعني الأخبار المفرحة والكرازة على فكرة هي اللي بتتخصص في الأخبار المفرحة إنه الإنسان ما فيش داعي يموت في شخص مات عنه بالضبط يعني بديله يعني عارف يا خنزار فكر لما قلت لك في الأول قبل الفاصل عن الحوار والكرازة والتواصل بالكرازة عن طريق استخدام معلومات حضرتك عارفها لو أنت من خلفية تانية وأنا بكرز لك بالإنجيل هقول لك مثل زي ما تكلمت على الموعز على الجبل وبولس في أريس باجوس الرب متعني أو اداني شرف أني أكون مع سائق تاكسي في أحد الدول العربية وأنا لما بتكلم مع الناس أنا بحبهم يا خنزار يعني هذه نقطة المرات كتيرة خليني أفتح لك جلب زيادة يعني المسيحية أو الإيمان المسيحي لا يزيد ولا ينقص بكثرة العدد الذين تحولوا إليه أو اعتنقوا أحنا مش ديانة المسيحية ليست ديانة لكن المسيحية هي علاقة شخصية بين الإنسان وبين الله الخالق الواحد مثلث الأقاني فلما يكون عندي دافع أن أنا أشارك الإنجيل أنا مش بشارك علشان عاوز أكسب واحد المسيحية لكن أنا بشكل أن أنا بحبه وعايز أن الكتاب يعلمنا أن إله هذا الظهر هو الشيطان أو الشيطان والرجيم إلى هذا الظهر أعمى أزهان غير المؤمنين فمش شايفين الحق الكتابي فأنا لأني حبيبهم فأقولهم يعني لو سمحتوا اهدوا شوية وإفهموا وإسمعوا وأعقلوا وخدوا قرار بناء على كذا فهذا الأخ السائق التاكسي لأني بحبه فساعتها كنت في بلد عربية وكان موسم الحج فقال لي أنت رايح فين تعيد هو ما عرفش أن أنا مسيحي رايح فين تعيد فقلت لأنا متجه للبلد كان واخدني المطار متجه للبلد يعني البلد دي قال لي يا سلام يا أخي أنا كنفسي أكون فوق جبل عرفات كان ساعتها وقفة العيد فوق جبل عرفات وقلت كل سنة وحضرتك طيب قلت له على فكرة أنا مصري مسيحي دايما ما بحبش أخفي هويتي يعني فأنا أنا مصري مسيحي وعندي لك سؤال فيما يتعلق بموسم الحج قال لي تفضل قلت له هنا اللي بستخدم أنا إيه بستخدم المعلومة اللي عنده وأبني عليها حوار أقوده للكرازة فقلت له عندكم في سورة الصافات أو سورة 35 والعدد 107 أو الآية 107 بتقول وفديناه بذبح عظيم قلت له يعني فديناه وما هو هذا الذبح الذي يوصف بالعظمة اللي هي نفس صفة من صفات الله لما تقول الله العظيم أنا سألته من مفهومه قعد شوية فكر وبعد كده بصلي قال ليه يا أستاذ أنا عمري ما فكرت في هذا السؤال أحنا توارسنا هذا عن الآباء والأجداد وإحنا قلنا أنه سيدنا إبراهيم هو اللي قلت له طيب تسمح لي أنا أشرح لك هذا من مفهوم اللي عندي وبدأت من هذه البداية أشرح له عن حمل الله الذي يرفع خطية العالم الرب يسوع الله الظاهر في الجسد عشان كده مهم جدا يا خنزار نحن علينا مسئولية علينا مسئولية الكرازة ليست مسئولية هينا نستهتر بيها كأمناء رب اتمنى على كلمته وعلى نور اللي عطه الله أكيد أكيد طرعا يعني الله بيعطي الحكم كيف نتواصل مع الناس والدافع مثل ما ذكرت هو المحبة بالظهر يعني لأنه أنا بحبه وفعلا بحبه من كل قلبي وانت يعني اختبرت الحياة وعارف المصير الحياة الأبدية وعارف مصير الشخص الذي لا يؤمن بيسوع المسيح ونحن نستخدم مثل ما ذكرت لغة الحوار والكلام بالمحبة بدون إجبار أنا حبيت يعني في الفقرة اللي فاتت زكرت أنه إحنا أدوات أيوة منوصل الرسالة لكن مش إحنا اللي منغير الناس الله هو اللي بغير الله اللي بغير القلب ده صحيح إحنا نوصل الحق بس علينا برضو يا أخ نزار مسئولية أنه أحنا كمان كمسيحيين حقيقيين يكون عندنا دراية كاملة بكلمة الله ولما نفهم كلمة الله صح لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى لما تسكن فينا كلمة المسيح بغنى تصير حياة فالكرازة تتحول إلى مش مهمة لكنها نمط أو أسلوب حياة أشاركه زي ما أنا بشارك أي حاجة مع الناس اللي بحبهم أو الناس اللي ربنا أوجدني في علاقة معينة سواء في الشغر سواء في المدرسة في الكلية في الجامعة أو في العمل في أي مكان أنا عندي مسئولية أن أشارك كأسلوب حياة أولا لازم يشوفه يسوع في حياتي أكيد أكيد طيب إحنا رح ناخد فاصل لكن عاوز المرحلة الجاي نتكلم عن الكرازة للمسلمين والتحديات اللي بمر فيها العابر من الإسلام للمسيح إذا ما عندكش مانع وبرضو إذا أنت عندك سؤال برضو ما نحب نسمعه منك ارفع سماعة التلفون اتصل وبكل سرور نرد على تساؤلتك سأعود بعد هذا الفاصل القصير ترجمة نانسي قنقر أهلاً أحبائنا مشاهدينا حديثنا في هذه الحلقة عن أهمية الكرازة وضيف هذه الحلقة دكتور أمال جندي واليوم يعني في هذه المرحلة عاوز نفوت يعني دغري في صلب الموضوع اللي هو الكرازة للمسلمين والتحديات اللي بمر فيها العابر خليني أولاً أسألك نسمع كلمة عابر على الفيسبوك وكثير من الأخوة الأحباء بيستخدموا كلمة عابر على من تطلق كلمة عابر الحقيقة مش عارف طبعاً المشاهدين يعرفوا أنه في رسالة في كلمة الله اسمها الرسالة إلى العبرانيين أو العابرين أو العابرين العبرانيون دول هم يعني أطلق على أولاد بني عابر ومن عبر لهو إبراهيم حينما عبر فالرسالة العبرانيين أو كلمة عابر هو من يعبر من من إيمان إلى إيمان أو من عقيدة راسخة إلى عقيدة أخرى راسخة تختلف مع تلك العقيدة الأول نهاية وعاوز أوضح كلمة عابر أنه ليست قاصرة على المؤمنين المسيحيين الذين يعبرون من الإسلام إلى المسيحية بل تنطبق على جميع المؤمنين المسيحيين الذين يعبرون من أي إيمان تاني أدي لك مثلا أنا ولدت في بيت المسيحي لكن ولدتي في البيت المسيحي لا تؤهلني ولا تعطيني أن أكون مؤمن إيمانا قلبيا بالرب يسوع فأنا عابر أنا عابر من المسيحية الإسمية إلى معرفة الرب يسوع واختباره مخلص شخصي لحياتي هو المسيح الذي مات والذي دفن والذي قبر والذي قام والذي ظهر والذي صعد فنفس الكلام أنا عابر من المسيحية ينطبق على إخواتي المسلمين اللي جايين من خلفية إسلامية وعبروا للإيمان المسيحي فيه آية في رسالة بوترس الأولى 2-9 وأما أنتم فجنس مختار كهنوت ملكي أمة مقدسة شعب اقتناء لكي تخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلم إلى نوره العجيب الآية اللي بعديها آية عشرة بتوضح الذين لم تكونوا قبلا شعبا أما الآن شعب الله لم تكونوا مرحمون أما الآن فمرحمين فمرحم فعلا وعشان كده كمان رب يسوع يقول ليه خراف أخر ليست من تلك الحظير اللي ينبغي بتكلم على اليهود والأمم وبتكلم على ممكن نقول المسيحين بالاسم والغير مسيحين بالاسم ويكون الشعب واحد راعي واحدة عشان كده مهم جدا أنه خصوصا الإخواتي الخدام وقادة الكنايس من فضلكم ما تدوش زي ليبل كده أو عنوان مميز لإخواتنا العابرين من الإسلام والدول العابرين لكن كلنا قد عبرنا نحن من المسيحية إلى المسيح وهم من الإسلام إلى المسيح وآخرون من البوزية إلى المسيح الجميع عابر بس حاليا كلنا راعية واحدة وراعي واحد يعني هي عملية ترك عملية انفصال عملية التصاق أو يعني احتضان إيمان آخر ده صحيح وممكن أنه بيتكلم بقى عن المراحل دي أخ نزار بيتكلم الأول إزاي يعني المؤمن بيشارك رسالة الإنجيل مع غيره من اللي هما لسه بعيد عن الرب يسوع وإزاي لما هما ياخدوا قرار ويعبروا إيه اللي بيواجهوه في حياتهم بعدك وطبعا إحنا مثل ما حكينا أخ أمال أنه يعني حديثنا مع المسلمين اللي عبروا لأنه في كتير اللي بيشاهدون عبروا للمسيح يعني آمنوا وإحتضنوا قبلوا يسوع المسيح لكن أعتقد لا يوجد أي شعب آخر في هذا الوجود يواجه يمكن في كوريا الشمالية أو الصين الأخيرة بس يعني بس بشكل عام المسلمين اللي عبروا للمسيح بيواجه كل أنواع الاضطهاد وأنت خادم كمان مش بس يعني محاضر في الجامعة كمان خادم هذا الشيء اللي بحبه فيك أخ أمال أنت عايش ومعايش حياة الناس وبتشوف هاي الاختبارات بعينيك يعني عم بتشوف أمامك أي الدروس اللي إحنا ممكن نتعلمها من خلال اللي عبروا العابرين الحقيقة واحدة من أهم الدروس يا أخ نزار إنه إننا نقدر أن كلمة الله الحية بين إيدينا ما عندكش فكرة يا أخ نزار كد إيه مش العابرين بس اللسه هما في مرحلة البحث والدراسة بيشتاقوا أن يكون عندهم نسخة من كلمة الله نشكر الله من أجل الميديا ومن أجل إنها وجودها على الشبكة العنكبوتية لكن النقطة إنه أول درس أحنا نتعلمه إنه ندرك إنه كدئين نعمة التي نحن وفيها مقيم دي أول حاجة الحاجة التانية إنه أتعامل مع هؤلاء العابرين مش من منطلق إنه هم مواطنوا درجة تانية بالعكس دول تحملوا ما لم تتحمله حضرتك حين يعني أشهروا أنهم قد قبلوا المسيح مقلص لحياتهم عشان كده مهم جدا نحط نفسنا مكانهم ونتضع بكل تواضع بكل خضوع نخدمهم زي ما عمل الرب يسوع قام من العشاء تزرب من شفاء أخذ مقسل وبدأ يغسل نغسل رجليهم بكل تواضع مش الغسل الرجلين الحرفي أنا لا أقصد الحرفي لكن أقصد حياة التواضع وحياة إن أنا أبقى فعلا أفلابل لهم أساعدهم علشان يتقدموا في الإيمان وينمو أخ ما لذا لاحظت من كلام أنا كنت حذر في تعبير الكلام وتعبروا إلى المسيح أيوة مش إلى المسيحية لأنه كثير منهم بيتعثروا صراحة كثير من أحبائنا العابرين من خلفية إسلامية جاء أو عبروا المسيح كثير منهم عم بيتعثروا من تصرفات وسلوك المسيحيين وحنا عوزين نبني جسر يعني أي ناس غالي على قلب الرب المسيح فداها فأنا دائما بحكي له يعني أنت ما تخلي مثل قدامك اللي بتتعثر منه أنت أتبعت يسوع بغض النظر اعتبر حالك أنك أنت الوحيد في هذا الوجود هذا اللي بحاول أكد عليه لكن حقيقة في كتير كأنه يعني إحنا فضل يعني لا وعمل المسيح إطلاقا إطلاقا يا خنزار وكلمة العسرة دي على مستويات كتير على فكرة عسرة على أنت يدخل يلاقيه كنيسة منقسمة فيها شلالية أو يرقب ممارسات تقصية غير كتابية ويبتد يتعسره يعني أنا أعرف يعني عدم التصديق والشروط الكثيرة يعني وهكذا يعني حتى مش يعني الكنيسة نحن نتكلم على ناس مؤمنين رفض فيه رفض يعني كأنه وفيه موضوعات كتير موضوع المعمودية والزواج والقبول يعني من يومين وصلتنا رسالة من أخ من الجزائر مضطهض جدا دي حكمه ستة شهور ومبلغ كبير منها وابنه مريض على السرير وحاسس حاله متروك من كل الدنيا يعني هذا مثل بسيط أنا أعطيك هذا صحيح اتفضل أخ أمال أنا آسف لا إطلاق أنا خنزة بالعكس لأنه دي دي تطبيقات عملية في الحياة احنا بنشوفها بنشوفها في حياتهم بنشوف كد ايه هما بيواجهوا كد ايه للأسف المفروض الكنيسة تحتضنهم وتستقبلهم وتعطيهم الثقة الرب عطانا حكمة إد للقادة تمييز أرواح فما تخفوش ما تخفوش لأنكم ما بتعملوش عجل غلط اقبلوا الناس الكنيسة الشيء اللي دائما بسمعه منفر بصراحة من أحباء المسلمين لا لا انتوا بتدفعوا لهم فلوس عشان يتركوا الإسلام ويجا المسيح مين بيقبل أنه يؤمن بالمسيح وعارف احنا دائما يعني أنا بالذات أنا بحكى عن نفسي أنا دائما أقول لكل واحد مؤمن بالمسيح معناته كل شيء صار كويس رح تواجه الاضطهاد والرفض رح يعتبروك خاين لبيتك لعيلتك لبلدك لوطنك ومع أنه انت بتكون وطني أكثر من كل الناس التانين ولله يا جماعة في شيوخ وأئمة وسياسيين ووزراء وحكام وقضاء وأغنياء أغنياء كتير تركوا الإسلام وأجل مش محتاجين وفي منهم يعني أنا بعرف حقيقة كذا شخص اللي خسر كل أمواله وخسر كل البزنس تبعه وخسر كل شيء في سبيل ربح فضل معرفة يسوع يعني أنا حقيقة عندي لستة تحديات وكده بس مش عايف في الوقت يسمح يعني نحن ممكن ناخد كمان حلقة بس نحن يمكن معانا شيء خمس ست دقائق إذا ممكن نبتدي في بعض التحديات طب أنا ممكن أبتدي في حاجة قبل التحديات ونرجع التحديات للحلقة الجاية لكن خلينا أتكلم على أنه هو ليه واجه التحديات هو عرف الرب إزاي يعني أو كيف وصلت إليه كلمة الإنجيل يمكن دي أتكلم حتى بسيطة عنها وهي أنه أول شيء يا أخ نزار أنه الكارز المسيحي أو الكارز يوجه نظر الناس لشخص الرب يسوع زي ما أكدنا مرارة وتكرارا ليس لعقيدة ليس لديانة ليس لطائفة لكن لشخص الرب يسوع هو المخالص طيب علشان يعمل كده بيواجه تعرف مشكلة إخوتنا المسلمين إيه يا أخ نزار هم ضحية ضحية تعليم خاطئ أحنا تعرضنا لهذا التعليم أنا متذكر لما كنت في المدرسة ابتدائي كان اللغة العربية كلها آيات قرآنية ولازم أحفظ النصوص عبارة عن آيات قرآنية حافظ منهم لغد الوقتي بس ما كان تقتصر على الآيات القرآنية كان المعلمة والمعلم بيحطوا فكرهم اللي هو الغير دقيق على كلمة الله وبيقولوا أن المسيحيين يؤمنوا بيعبدوا ثلاثة آلهة وهذا في منظور الإسلام شرك طبعا أنا أتفق معه لو أحنا نعبد ثلاثة آلهة يبقى نحن نشرك بالله فيبقى أول حاجة لازم أوضحها بعدما أثبت صحة الكتاب المقدس من التحريف والنسخ والتبديل أو الحزف ده كله دي ابن تيمية يعني عطى كمية إدعاءات خاطئة ومين بيستخدم هذه إدعاءات دلوقتي أحمد ديدات أحمد ديدات بيستخدم هذه كان يعني هو آه تسجيلاته يعني تسجيلات لكن النقطة أنه لازم أثبت صحة الكتاب بعدما تكلم أنه نحن لا نعبد ثلاثة آلهة نحن نعبد إله واحد في الجوهر بسلس الأقاني وأشرح يعني إيه إزاي كلمة ابن الله هم فهمين أنه حسب القرآن أنه ولد المسيح مش ولد الله هو ابن الله فيه فرق بين ولد الله وابن الله أبتدي أشرح هذه ولما أشرح يبتدي أفتح أسئلة وفي الآخر أسأل أسئلة جادة هذه الأسئلة تقود لأخويا المسلم أنه يفكر جاد المشكلة أنه في وجدانه ترسبت معلومات خاطئة جدا على التعليم الإيماني المسيحي وعن المسيح فأنا مسؤوليتك ككارث بالإنجيل أن أصح هذا وتوضح وأتركه بأسئلة كيف تضمن حياتك الأبدية كيف تضمن أنك يكون لك حياة أبدية مش أنك هتترمي في الجنة أو تترمي في النار حسب الله الذي حضرتك بتؤمن به له مقاييس وهو عادل ورحيم ومحب هذا الإله الذي نكرز نحن به يهوى هو إله الكتاب المقدس هو الرحيم هو المحب هو القدوس هو الذي تبنى عملية الخلاص بالكامل وهو الذي يضمنها إن آمنت بقلبك واعترفت بفمك بالرب يسوع المسيحي يعني هو أسرع طريق للدفاع هو الهجوم وهذا اللي بيستخدمه أحبائنا للمسلمين يعني مش مهم إنك تشرح ولا تفسر ولا كده وللأسف ممكن يروح للهلاك الأبدي بسبب الكبرياء مش عاوز يعرف لأنه إما الكبرياء أو الجهل أو مشكلة أخلاقية لأنه ما في حد بيلطقي مع المسيح إنه حياتك لا لا أنت تكون أخلاقيا مثل المسيح فكتير ناس متخاف تصل لهذا الحد فمن السهل كفار كتابكم حرف أيوة لم يصلب شبها له صح لم يلد ولم يولد يعني أنا بتكلم على الفيسبوك الكل يعني تبقى تشرح تشرح فبيروح رامي فمنقول له لا إحنا من أمنش في ثلاث آلهة مين قال لك أي مسيح غبي في العالم بيؤمن ثلاث آلهة نحن نؤمن بإله واحد نحاول نفاهم ليش نحن نؤمن إنه المسيح تصلب ليه نحن نؤمن إنه الكتاب مش محرف ليه يعني وإنه الأدلة اللي موجودة عندنا يعني تفوق أي دليل عنده يعني للا درجة إحنا بندافع عنه يعني نحاول نجيبه المسيح دفاعا لأنه لو وصل لأنه في ناس أجت للمسيح تحولوا إلى غضب عارم أنه لا هذا مش أسلوب المسيح غضب لأنه طب أنا كيف كنت آمن بالإسلام وكيف كيف وكيف كل الأشياء لما توضح ولما الاستنارة بالروح القرص إحنا معنا دقيقتين أخ أمال إيه اللي عاوزة توصله في هذه الحلقة اللي عاوزة وصله أنه أنه الشيطان الرجيم اللي هو بيترجم يعني أيوة إحنا متفقين أنه هو ضد البشرية هذا الشيطان مع أنه الشيطان كائن روحي يعني الحجر مش رح بالضبط أنا عشا كذا أنا حبيت أوضح كلمة الرجيم ليه سمي بالرجيم هذا الشيطان يعمي أزهنة لأنه هو هدفه أنه لا ننال الحياة الأبدية بل نهلك في الجحيم الأبدية علشان كده كلمة الله بتعلن أنه من يؤمن بالابن رب يسوع المسيح له حياة أبدية مضمونة الذي لا يؤمن بالابن ليست له حياة بل يمكث عليه غضب الله كل روح كل تعليم ينكر أن المسيح هو الله الظاهر في الجسد هو من هذا الشيطان الرجيم فمحبتي وصلاتي من أجلك ومن أجلك ومن أجلكم أن الرب يفتح عينكم تأتوا تقولوا يا رب أيها الإله الحقيقي افتح عن عيننا عشان نعرف آمين أخ أمال شكرا جزيلا وعاوز هيك أختم بشيء مهم الكتاب أو يقول الكتاب من ثمارهم تعرفونهم المؤمن اللي اختبر يسوع المسيح اتغيرت حياته يعني بالعكس مش إذا الإنسان اهتدى من دين إلى دين يعني مثلا صار متعصب دينيان فبتشوف الثمر بتلاقيه بيكره كل الدنيا بتلاقيه عاوز يقتل كل الدنيا عاوز يكره كل الناس بالعكس المسيح أو الشخص اللي اختبر المسيح بيكون عنده كراهية وحقد وضغين وكل أنواع الخطايا بتتغير حياته بيصير بديه يتشبه بيسوع بحب يسوع عاوز يتبع مثال يسوع خطوات يسوع وهذا الفرق اللي بتشوفه بين المسيح أو المسيحية عن سائر الأديان فاحنا عشان نوضح المسيحية يعني مش مجرد شوية شراء وعقائد وتقوس وفرائد نعملها ونتممها طب مدى اليهود فيش حد في كل الدنيا بمارس هاي الفرائد أكثر من اليهود وبردو الكتاب بقول لازم تيجي ليسوع المسيح فإذا أنا بدعوك أنك تيجي اليوم ليسوع اللي بيحرر واللي بيغير واللي بيعطيك الحياة الأبدية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر